موسيقى قوات سوريا الديمقراطية تسيطر على نحو سبعين في المائة من مدينة الطبقة داعش يستهدف المدنيين في الموصل القديم بقذائف كيموية انتقاما لخساراته الرئيس الايراني حسن روحاني يحذر من عودة التطرف لايران اهلا بكم الى نشط اخبار اليوم اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان ان قوات سوريا الديمقراطية باتت تسيطر على نحو سبعين في المائة من مدينة الطبقة وذكر المصدر ان تلك القوات حررت المدينة القديمة بشكل تام مشيرا الى ان معارك ضارية تدور عند مداخل المدينة الجديدة التي تضم ثلاثة احياء اساسية ان كفأ اليها الارهابيون يأتي هذا التقدم بعد ان تمكنت قوات سوريا الديمقراطية في وقت سابق من استعادة السيطرة على خمسين في المائة من احياء المدينة الواقعة غرب محافظة الرقة حيث معقل داعش في سوريا تستمر الحملة الرابعة من معركة غضب الفرات التي اطلقتها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الامريكية بغية تحرير مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي من تنظيم داعش وبعد احكام السيطرة على منافذ المدينة ومداخلها مطلع شهر ابريل تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من استعادة السيطرة على خمسين في المائة من احياء المدينة المحتلة من داعش ولم يتبقى منها سوى الاجزاء الشمالية المطلة على بحيرة الاسد وسد الفرات الاجتباكات بحسب ما افاد قادة الميدانيون لاخبار الان تتركز قرب المشفى الوطني الواقع في مركز الطبقة اضافة الى حي الاذاعة وافادت انباء بان مقاتلي التنظيم انسحبوا من منطقتين السوق والقرية ستة حارات تم تحريرها خلال اليومين الماضيين هي بحيرة المهاجع والبوسرابة وابوعيش والكنيسة الاشورية والكسارة والمسحر اجرت بعدها قوات سوريا الديمقراطية حملة بحث وتمشيط من اجل تنظيفها من الالغام لضمان سلامة المدنيين وعثرت خلالها على بعض الاسلحة والذخائر داعش وفي مؤشر واضح على تخبطه وانهياره اصبح يعتمد على ارسال الانتحاريين والسيارة المفخخة الى مواقع قوات سوريا الديمقراطية في محاولات لاعاقة تقدمهم كما يستخدم المدنيين دروعا بشرية وهما اسلوبان يعتمد عليهم التنظيم في كل جبهته التي يخسر سيطرته عليها كما يستخدم التنظيم طائرات مسيارة عن بعد على غرار ما يفعله ضد القوات العراقية التي تحاول طرده من الموصل كبرى مدن شمال العراق لكن كل المعطيات تشير الى ان التنظيم باتت خسارته وشيكة في مدينة الطبقة توقفت الخدمة تماما في سبعة مستشفيات ومستوصفات في مدينة ادلب شمال غرب سوريا واكدت مصادر طبية ان الغارات الجوية لطائرات نظام وروسيا استهدفت المشافي بشكل ممنهج وواضح خلال الشهر الماضي واضفت ان الضغط انتقل الى المشافي الحدودية مع تركيا كما اكد مدير دائرة المشافي في مؤتمر صحفي ان جميع المشافي في ريف ادلب الجنوبي خرجت عن الخدمة وانه لا يوجد اي مركز تابع لوزارة الصحة المؤقتة في المنطقة يوفر الخدمات الطبية الهدف من المؤتمر الصحفي الذي تم يعقده اليوم في مدرية صحة ادلب هو لتسليط الضوء على اجرام النظام واجرام حلفاء الروس الذين يسحون بشكل دائم لقتل كل اشكال الحياة في المناطق المحررة حيث يقومون بقصف المشافي يقومون بقصف مراكز الدفاع المدني بالاضافة الى قصف منظومات الاسعاف البرامج الطبية حيث كان ملاحظ لدينا بشكل مستمر انه عندما تبدأ حملات التلقيح كما يحصل الان لدينا حمل التلقيح شهر الاطفال في محافظة ادلب تزداد وطيرة الاستهدافات للمناطق التي تتواجد فيها فرق اللقاح يعني الاجرام كبير جدا المقصود هو قتل الانسانية في هذه المنطقة يعني حتى الاطفال قتل عشرة مدنيين من النازحين الهاربين من المعارك الدائرة في درعة اثرى شن نظام الاسد غارات بالبراميل المتفجرة استهدفت تجمعات النازحين في السهول ووفق ما فد به مراسلنا في درعة فان فرق الدفاع لا زالت تقوم بعمليات اجلاء المصابين مشيرا الى ان غرفة عمليات البنيان المرصوص ردت على المجزرة باستهدافها للافرع الامنية بمناطق سيطرة نظام في درعة اعلنت المعارضة السورية ريفا حماس شمالي منطقة منكوبة بعد قصف جويا مكثف شنته طائرات روسيا ونظام الاسد وقتل ثمانية متطوعين ممن يعرفون بافراد الخوذ البيضاء خلال الغارات التي استهدفت الدفاع المدني في بلدة كفرزيتا ويشن النظام والميليشيات الموالية له حملة عسكرية واسعة ضد مناطق المعارضة في ريف حماس شمالي بهدف السيطرة عليها بدأت القوات العراقية في الموصل بتدعيم خطوطها الامامية بالاسلحة التقيلة المضادة للدروع يأتي ذلك في وقت تشهد فيه معارك الجانب الغربي من الموصل شبه توقف اثرى محاولة القوات العراقية اعادة ترتيب خطوطها العسكرية وخصوصا في محيط جامع النوري والمدينة القديمة في الاثناء اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية تواصل عملياتها الاستخباراتية مما اسفر عن قتل مسؤول ما تسمى بفرقة الحفاء المدعو ابو اسحاق التونسي واربع من معاونيه في حي الاقتصاديين على قدم وساق يصل افراد الجيش العراقي ليلهم بنهارهم في سعيهم الدؤوب لتحرير مدينة الموصل من احتلال مسلحي داعش غرفة عمليات القوات الامنية شرعت في وضع اكثر من خطة مدروسة على خارطاتها العسكرية وهذا ما كشفته الايام الاخيرة للمعارك وذلك باتباع الجيش لاكثر من اسلوب عسكري محدد للتقليل قدر الامكان من وقوع ضحايا مدنيين ومفاجأة افراد داعش باساليب قتال جديدة غير متوقعة روادر فقدان داعش لزمام المبادرة في الموصل اكده وزير الدفاع العراقي عرفان الحيالي وقال ان قوات بلاده ستستعد ما تبقى من احياء في الجانب الغربي للمدينة من احتلال تنظيم داعش باسرع وقت ممكن لافتا انها لا تتجاوز ثلاثة اسابيع في اكثر التقديرات ميلا للمبالغة ضغط الجيش العراقي استمر على افراد داعش مصدر امني رفيع المستوى في قيادة العمليات المشتركة قال ان القطعات المتواغلة في المدينة القديمة شنت هجمات محدودة واقتربت لمسافة 200 متر عن جامع النوري وقتلت اكثر من 35 عنصرا من داعش من بينهم ثلاثة قناصين مشيرا الى انه تم تطهير خمسة ممرات لاخلاء المدنيين من العبوات في منطقة باب جديد في غضون ذلك وبالتزامن مع دخول معركة الموصل مرحلة حاسمة طالب رئيس اركان الجيش العراقي عثمان الغانمي الولايات المتحدة الامريكية توفير متطلبات معركة تحرير الموصل من معدات واسلحة الغانمي ارجع ذلك الى وجود اعداد كبيرة من المدنيين المحتجزين من مسلحي التنظيم وذلك ما يتطلب من افراد الجيش العراقي اسلحة ذات دقة عالية بالاضافة الى طبيعة الازقة والبيوت المتقاربة والتي يتعذر دخول العربات والدبابات التقليدية اليها مع انتصارات القوات العراقية المشتركة في حربها ضد تنظيم داعش وتحرير معظم احياء الجانب الغربي تتواصل اعتداءات داعش بحق المدنيين اذ اقدم التنظيم على استهداف حي الاعكيدات المحرر مؤخرا بعدة قدائف هاون تحمل مواد كيموية سامة انتقاما من المدنيين الذين لم يتعاونوا معه وقد اصيب على اثر القصف عدد من الاهالي بينهم اصابات خطيرة التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا لؤي امين التحرر من داعش في احياء الموصل القديمة لا يعني نهاية المعاناة فمسلحوء التنظيم الذين لا يبعدون عن الاحياء المحررة سوى عشرات الامتار يفسدون فرحة المدنيين باستهدافهم بقذائف الهاون التي يحمل بعضها مواد كيموية يقودنا ابو سرمد عبر ازقة الموصل القديمة الى موقع سقطت فيه قذائف على الحي وكانت تحمل مواد سامة اصيب اثر انفجارها عدد من المدنيين حالة بعضهم خطرة تم قصف المنطقة بالهاوانات والخذائف الكيميائية وهذا مما ادى الى اصابتنا واصابة العديد من الموجودين من المدنيين وتم نقلهم الى المستشفيات وقسم منهم نقل الى مستشفى اربيل وتم معالجتهم من هذه الاصابات عثمان شاب في مقتبل العمر عانى كثيرا من التنظيم وانتظر يوم التحير بفارغ الصبر لكن فرحته لم تدم طويلا فقد اصيب منزله بقذيفة مباشرة تحمل مواد كيماوية احترقت على اثرها قدماه ولا يزال يعاني من اثارها وانحنا قاعدين بالبيتان شننت واقف بباب الحوش قلت خي فوت على البيت لان نزلت تقريبا ثثاربا هاونات يمنا بالمنطقة قلت خي فوت على البيت لا يصير قدر هنا ما اشوف اللفتت على البيت يعني بعد ما وصلت الغرفة نزلنا الهاوان بالبيت طلع عنا من الهاوان مادة بيضة مثل البوترة انتشرت بالبيت طلعت ريحة كريهة منه اشن ريحت الثوم المعدوم نفس الحالة الريحة ظلت بالبيت جاءوا شرطة الاتحادية قالوا رشوا الحيطان حتى تخفوا الريحة عليكم انا رشيت الحيطان تكرم سدت المجرس فتحتها نزل الماء على الرجلية ما بيينت الحالة الحرق قبل صارت عندي مثل دوخة وبالوحدة بالليل بدأ الحرق قاعد الثاني يوم استهدافات متكررة يتعرض لها المدنيون في الاحياء المحررة في الجانب الغربي بانتظار التحرير الكامل للمدينة تحرر اهالي منطقة العجيادات في الموصل القديم من داعش ولكنهم لم يتحرروا من قذائفه التي تحمل مواد كيميائية سامة من داخل حي العجيادات لؤي امين اخبار الآن اكد الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي ربيع الجواري ان الاسلحة الخفيفة والمتوسطة والذكية هي الانسب للقوات العراقية في معركتها لتقدم نحو قلب مدينة الموصل القديمة وجامع النوري مضيفا في لقاء مع اخبار الآن ان استخدام الاسلحة الفتاكة سيوقع خسائر كبيرة في صفوف المدنيين حقيقة الاسلحة المطلوبة في القتال في المنطقة القديمة مثل ما تعرفون ان المنطقة القديمة هي منطقة قديمة جدا والبناء ما لها متهالك اضافة ان زقة المدينة القديمة لمدينة الموصل هي ضيقة جدا لا تستطيع العجلات المدرعة من دخول هذه المدينة ولذلك يتطلب استخدام اسلحة خفيفة ومتوسطة وكذلك اسلحة ذكية في سبيل التقدم نحو قلب مدينة الموصل التقدم الى الجامع النوري لان لا يمكن ان نستخدم مدفعية ثقيلة وكذلك قصف لطيران الجو طيران التحالف الدولي مثل ما تعرفون ان هذا القصف سيؤذي المدينة كثيرا وكذلك سيؤذي المدنيين القابعين في هذه المدينة مثل ما تعرفون ان لا يقل عن 350 الف شخص هو موجود الان في هذه المدينة القديمة اذا تم استخدام اسلحة فتاكة واسلحة كبيرة يعني مدفعية ثقيلة اعتقد ان هذا سيوقع خسائر كبيرة بالمدنيين لنشرتنا بقي ولكن بعد هذا الفاصل اهلا بكم من جديد كشفت وزارة الداخلية السعودية عن نتائج التحقيقات المتعلقة بالخلية الارهابية في جدة واظهرت التحقيقات تورط هذه الخلية في هجوم المسجد النبوي وقيام بعض افراد الخلية بقتل بقتل اخر اخر ينتمي لهم كان مقدما على تسليم نفسه وذلك بعد تلقيهم تعليمات من قيادة التنظيم في سوريا وقال المتحدث الامني في وزارة الداخلية السعودية اللواء منصور التركي ان عدد المتورطين في خلية جدة ستة واربعون شخصا بينهم اثنان وثلاثون سعوديا المتورطين في هذه الخلية الذين تم القبض عليهم حتى الآن بلغ ستة واربعين شخص منهم ثلاثين سعودي واربع عشر اجنبي بينهم طبعا باكستانيين ويمنيين وافغانيين ومصريين واردنيين وسودانيين التحقيقات في هذه الخلية لازالت مستمرة وفيما لو استجدت الحقيقة اي معلومات اضافية سيتم ان شاء الله اعلان عنها التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز المستشارة الالمانية انجلا ميركل وحضر العاهل السعودي والمستشارة الالمانية توقيع مذكرات تعاون في مجالات اقتصادية وصناعية عدة ويرافق ميركل وفد اقتصادي رفيع لمناقشة اهتمام كبرى الشركات الالمانية بالتحولات الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية بما في ذلك رؤية الفين وثلاثين وبرنامج التحول الوطني اقتال مسلحون مجهولون مالك قناة جيم الايرانية سعيدي كريميان بمدينة صنبول التركية وقالت الشرطة التركية ان السيارة التي استخدمها المهاجمون في عملية الاغتيال وجدت محروقة في وقت لاحق وكان كريميان قد حكم عليه غيابيا في طهران بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة نشر دعاية مناهضة للنظام ويعيد هذا الحادث الى الاذهان عمليات نفذتها ايران في الخارج لاستهداف معارضها حذر الرئيس الايراني حسن روحاني امس الايرانيين من انهم قد يواجهون نظاما سلطويا بشكل اكبر في حال اختاروا بدلا منه منافسا محافظا في الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها في التاسع عشر من هذا الشهر التفاصيل في تقرير الزميلة ديما نجم مواجهة نظاما سلطويا متطرف هذا ما حذر منه الرئيس الايراني ابناء شعبه في حال اختاروا بدلا منه منافسا من المحافظين المتشددين في الانتخابات الرئاسية التي تجرى في شهر مايو ايار ففي خطابا له امام حشد في مدينة يزد دعا روحاني الى عدم السماح للمتشددين باعادة مناخ الامن والشرطة الى البلاد واضاف ان الايرانيين سيثبتون للعالم في الانتخابات المقررة في التاسع عشر من مايو ايار ان عهد العنف والتطرف والضغوط ولا وان ايران تسلك طريق العقل اكد روحاني ان الحرية هي المسألة الاهم بالنسبة للايرانيين كاشفا انه امر وزارة المخابرات بعدم التدخل في حياة الاشخاص وكان الرئيس الايراني حسن روحاني ابرم عام الفين وخمسة عشر اتفاقا مع القوى العالمية حول برنامج بلاده النووي وبإمكان روحاني التعويل على ابرام هذا الاتفاق التاريخي وعلى نجاحه في خفض التضخم من اربعين في المئة الى نحو ثمانية في المئة اذ رفعت نسبة كبيرة من العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد وشهدت طهران اثناء فترة حكمه ازدهرا في مجالات عدة كان ابرزها وصول طائرات ايرباس الى مطار العاصمة الايرانية طهران ضمن عقد ابرم مع هذه الشركة الاوروبية ينص على شراء عدة طرازات من الطائرات بقيمة عشرين مليار دولار فضلا عن عقد انخر مع شركة بوينغ الامريكية لشراء ثمانين طائرة بستة عشر مليار دولار كما شهد مقدار التبادلات التجارية بين ايران والدول الاوروبية في فترة حكم روحاني قفزة نوعية وحقق مستوى قياسيا فبعد التوافق وتبادل زيارات الوفود الاقتصادية بين الطرفين ازداد حجم التبادلات التجارية بينهما الى افاق جديدة الامر الذي اعطى اقتصاد طهران دعما جديدا تحتاج اليه في بناء اقتصادها الذي رزخ طويلا تحت العقوبات الاقتصادية اضافة الى ازدهار قطاع السيارات والقطاع المصرفي والقطاع النفطي وفي حال فوز احد المرشحين المتشددين بالرئاسة فان كل ما حققته طهران من تقدم وازدهار في عهد روحاني سيذهب ادراج الرياح قتلت قوات الامن التونسية مسلحا ارهابيا خلال اشتباك في سيدي بوزيد وسط البلاد في حين فجر اخر نفسه بحزام ناسف وقال رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاه ان احد المسلحين الذين قتلا في العملية قد يكونوا من جنسية اجنبية وكانت مصادر امنية اكدت انتهاء العملية الامنية مشيرة الى قتل اثنين واعتقال اربع من المسلحين كانوا متحصنين في منزل عند المدخل الجنوبي للمدينة سترسل اليابان اكبر سفونها الحربية منذ الحرب العالمية الثانية لحماية سفينة امداد امريكية في حين تزداد حدة التوتر في البنطقة بسبب كوريا الشمالية كما ذكرت وسائل اعلام وانقلت صحف يابانية عن مصادر حكومية لم تكشف عنها ان حاملة المروحيات ايزومو ستبحر من ميناء يوكو سوها جنوب توكيو لتنضم الى سفينة امداد امريكية لمواكبتها الى غرب المحيط الهادئ ستكون المرة الاولى التي تبحر فيها السفينة في مهمة لحماية سفينة امريكية بعد ان وسع رئيس الوزراء شينزو ابي قدرات البلاد العسكرية عام 2015 اشتحت عدة اعاصير مقاطعة في شرق ولاية تكساس الامريكية ما اسفر عن مقتل ما لا يقل عن اربعة اشخاص واصابة العشرات في حين اودت الرياح الشديدة والاشجار المتساقطة والفيضانات بحياة خمسة اشخاص في ولايات مجاورة واكدت الهيئة الوطنية للارصاد الجوية وقوع ثلاثة اعاصير في كنتون وهي مدينة تقع على بعد خمسة وتسعين كيلو مترا شرق دالس في مقاطعة فانزاند فقراتنا متواصلة وتجدون فيها بعض الفاصل لأول مرة معرض للزهور والاشجار في ليبيا اهلا بكم من جديد والان الى جولة الصحافة نبدأ جولتنا مع صحيفة الغاد الأردنية التي عنونت علاج السكري بأوامر من الهاتف الذكي طور باحثون صينيون تقنية جديدة للتحكم في نشاط الخلاء الحية داخل أجسام الحيوانات من خلال أوامر يصدرها تطبيق على الهواتف الذكية الخطوة الأولى في استخدام تلك التقنية هي تحويل الخلايا العادية إلى ما يشبه المصانع الحية لإنتاج العلاج اللازم أما صحيفة البيان الإماراتية فقد عنوان الدراسة أطفال شاشات اللمس ينامون أقل من أقرانهم قال باحثون بريطانيون الأطفال الذين يمضون وقتا للعب على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية التي تعمل باللمس يميلون إلى النوم لفترة أقل من نظرائهم الذين لا يستخدمون تلك الأجهزة وتشير الدراسة إلى أن كل ساعة يمضيها الطفل يوميا في استخدام مثل هذه الأجهزة التي تعمل باللمس تؤدي لانخفاض فترة نومه بمقدار 15 دقيقة لكن في المقابل يطور هؤلاء الأطفال مهاراتهم الحركية الدقيقة بشكل أسرع من نظرائهم وإلى صحيفة القبس الكويتي التي عنونت صعود الدرج يعزز النشاط أكثر من القهوة قالت دراسة صغيرة إن صعود وهبوط الدرج لمدة عشر دقائق قد يعزز النشاط لدى الشبات اللواتي يعانين من قلة النوم أكثر مما تفعل كمية من الكافيين موجودة في عبوة من المشروبات الغازية أو نصف كوب من القهوة وكتب الباحثون إن هذه القفزة في مستوى النشاط تكون قصيرة نسبيا وقالوا إن على الموظفين المنهكين ممارست الرياضة لأوقات قصيرة أكثر من مرة خلال اليوم للحفاظ على الطاقة على الأمد الطويل أما صحيفة الرياض السعودية فقد عنوان الدراسة أجهزة قياس ضغط الدم في المنزل ليست دقيقة خلصت دراسة حديثة إلى أن أجهزة قياس ضغط الدم التي تستخدم في المنزل كثيرا ما تخطئ في قياس ضغط الدم وقال الباحثون في نتائج دراستهم إن حجم الذراع وجنس المريض كان من أهم أسباب الاختلاف بالنسبة لضغط الدم الإنقباضي إذ أن الاختلافات كانت أكبر لدى الرجال انطلقت فعاليات المعرض الوطني الأول لزهور ونباتات الزينة في ليبيا تحت تنظيم جمعية محبي الشجرة واتحاد الجمعيات ويشارك في المعرض نحو ثلاثة مشاتل وعدد من محبيا بالزهور المزيد في سياق التقرير التالي أزهار تفتحت من بين أشواك الحياة الصعبة التي تعيشها ليبيا حيث نظم معرض للزهور ونباتات الزينة ولأول مرة في مدينة مصرات الليبية جمع محبي وهواة الزهور والأشجار بفرصة الأخوة الهوات والناس المهتمة في الحديقة المنزلية الحدائق المدرسية الحدائق العامة المشاركة في هذا المعرض كان الإقبال من قبل النشاة المتخصصة في التربية نباتات الزينة والأزهار أيضا كان فيه إقبال للأخوات ربات البيوت المهتمة في تربية نباتات الزينة في المساكن الورود التي ترمز للسلام والمحبة كانت بمختلف أنواعها في المعرض الذي استمر ثلاثة أيام اجتذب زوارا من مختلف فئات المجتمع الليبي قمنا المعرض من أجل أهالينا وأحبابنا جميع الأسر والعائلات المجتمع وكانت موجهة إلى جميع المدن الليبية بجو يسوده الصفاء والنقاء وقدمت لنا وآتتنا مشاركات عدة قبلنا جميع المشاركات بما تحويه من ورود وزهور ونباتات زينة وهو معرض متخصص في هذا المجال حيث أن الآن الموسم هو موسم الربيع تأتي مثل هذه المعارض والملتقيات في ليبيا كدليل على مظاهر الحياة الجميلة التي تمثل تحديا أمام كل أشكال الحياة الصعبة لأخبار الآن محمد عقوب من مدينة مصراتة حدد الباحثون في علم الوراثة أن الأطفال يريثون جينات الذكاء من أمهاتهم وليس من آبائهم وتنتقل جينات الذكاء إلى الأطفال من الأمهات بشكل أكبر لأنها تنقل على كروموزومات إكسالتي تمتلك النساء اثنين منها في حين أن لدى الرجال واحد فقط نشرت إحدى حدائق الحيوانات في الصين صوراً للزوار وهم يطعمون حيوان الراكون بمناسبة عيد العمال وقالت الإدارة إن الراكون من أكثر الحيوانات طمعاً في الحديقة فقد يصيبها الجشا عندما ترى الأطعمة في أيدي زوار وتهاجمهم توجه الإسباني رفايل نادال بلقب دورة برشلونة للتنس المرة الثانية على سوالي والعاشرة في تاريخه بفوزه على النمساوي دومينيك تيم بمجموعتين دون رد بواقع 6-4-6-1 ولم يواجه نادال صعوبات كبيرة للفوز على خصمه تيم في نحو ساعة ونصف ليحقق بذلك نادال لقبه الثاني في ظرف أسبوع بعد لقبه مؤخراً في مونتي كارلو قبل أن نوديعكم إليكم تذكير بأبرز العنوي هوات سوريا الديمقراطية تسيطر على نحو 70% من مدينة الطبقة داعش يستهدف المدنيين في الموصل القديم بقذائف كيموية انتقاماً لخساراته الرئيس الإيراني حسن روحاني يحذر من عودة التطرف لإيران وصلنا إلى الختام للمزيد يمكنكم دائماً مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضاً مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته شكراً للمتابعة نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في مجازن للأخبار إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر